كيفاش نصدرك التأخر تاعي في البكالوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كيف تكونوا بخير بمتوحشكم جو سيكون غيبت عليكم شويلة ماني عاوتوليت بنا نصائح قيمة ان شاء الله وتحت طالبكم واسئلة جنغال مانين ديها من عندكم بزاف راكم روتار وحاصلين وحبين نصائح النقطة الاولى لنت تتحصل على نتائج وختلفة بدفس العقلية القديمة وش معدها؟ معدها هنقعد معروحي وندير تقييم على شكنت روتار وحنحدد الاسباب الحقيقية لتأخر ديالي اذا كنت تفنين اذا كنت ضيعت الوقت اذا كنت نعرف نقرأ اذا كنت نقرأ اذا كنت نحطهم بجه وندير سيدي ديجا حنت تخلص من هاد الاسباب اذا تخلصت من الاسباب الفشل ديالي راني خطيت خطوة كبيرة للنجاح خلاص دي سيديت وراني محولة وحنبدأ من نروحي ونقرأ النقطة الثانية ومهمة جدا هي التحضير النفسي بس كل حماس بخفاء يخد نار خلاص تحمسته كما تشوفوا في بعض الفيديو اكم عارفين كيفاش تتحمسوا هذه القطاقة عندما تبدأوا تواجهوا الواقع تبدأوا تحسوا بلي الحالة الضخمة واكبر من وش كنت تسنى وش يصرى تفشل اذا كنت سوف نقرأ تجهيز نفسي على البالي بلي راني روطار على البالي بلي الحالة ستكون صعبة على البالي احنا بدأنا نجهور وعلى البالي بلي راح ندعب لانه ما كنت نجاح سيأتي بدون تعب نجهز نفسي لهذا الشيء باش ما نتصنعش النقطة الثالثة خلاص دوكار انا عاولنا نقرأوا وبدينا وجهزنا نفسنا دوكار احنا نخدمه على كاليتي تاع القرية وخلونا متفاهمين بلي حتخدموا عليهم الى دو بيان بسكو اميمتو راح تقرأ وش عندك دوكار تم تكمل وش راهم اميمتو راح تستدرك وش كنت روطار فيه تسما وش لازم ندع الحجم الساعي مهم صح نقدر بطريقة ذكية نقرأ امور ونختصر فيهم بعض الوقت وبعض المجهود باش نقدر نستدرك امور فاتوني امور 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 باختصار تحديد فيديو بالنسبة للمواد العلمية كما المات والفيزيك اعطي الدرس والثمارين اممتو امور 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 ونحو بالمع وايضا هنا تكون حالة نوع أنواع أكثر ومستشوكشنا هالبط بس كي يطيح يطيحوا النوع من اللي حالتهم وليوم ما تفيزي كونتيتي تعتمارين نحن فيزيو كاليتي ديره نحن نحن العلوم العلوم هنا نركزو على الدرس أولا ناخدوه الكلمات المفتاحية سيخطو فيه وناخدوه التفاصيل ونفهم الحالة الفيزيولوجية كيفاش تصبح بس كي نفهم الحالة الفيزيولوجية والكلمات العلمية تحها كيفاش تمشي رسالة عصبية كيفاش توصل كيفاش تتأثر قبل البعد نفهم كل شيء كين نقصو التمارين لهم حالة مرضية ينحو لي هادي نقصو لي هادي نكون فاهمة كينقص هادي بعد تأثير تعوشت كل ما نفهم درس كتر كل ما أنا خديت نسبة كبيرة من السيونس سنذهب إلى النقطة الأهم اللي هي النواع تاني التمارين ماشي العدد ديالهم كل مرة تطلع تمارين أكثر في العلوم تجارب أكثر خلاص فهمت هادي كين نحو هادي هادي عبالي وشبت هادي نقصو كبير بلا ما نحل عدد كبير نذهب إلى المواد لهم مواد لهم تقرأ وتسا هادي نفسك تكرار مهم تقرأ وكل ما عاودكم ما ترسخت الفكرة كتر أنا شافية جدا على سيخطوا دروس الفصل والبسكتين كتر من دروس الفصل الثالث ما يمنعش أنك تكون تعرف نوع الذاكرة تحفظ بطريقة بالصوت إذا ذاكرتك سمعية احفظ بطريقة بالصوت إذا ذاكرتك باكتم حركية لازم تكتب الدرس باش تحفظه إذا ذاكرتك بصورية لازم تشوف هذا الدرس وتقرأ بالمصدر واحد دايما هو نفسه وتقرأ به وتدير الألوان وتستعمل وحضرتهم ديطاي على أنواع الذاكرة في فيديو آخر وإن شاء الله سنعوده لكم قرأوا بذكاء عرف نوع ذاكرتك هنا سنذهب إلى البرنامج جديد راسي بأن شيء مهم جدا تكون على بالك أنت أصلاً نورك الدور اكتبوا في ورقة كامل مواد ديالكم بعد كل مادة واحدها ومجالات أبخير فيما كل مجال شحال نسبة نقاري منه وشحال ما زالي داكو؟ أبخير هذه لازم تكونوا عندكم ورح تقعدكم حتى نهاية السنة وتحتاجوها كل مرة نزيد درسا نزيد دير بلوس أبخير نذهب إلى الوقت همليك قال شحال عندي الوقت؟ عندي شحال ببالا سنقرأ من ساعة في النهار ولا كلمة يدروش بالتوقيت من ساعة فرانية ساعة فرانية مقدار الساعي نبدأ نقسم ونبدأ نشوف 5 سوية لا يجب أن نزيد نبدأ نزيد على حساب الحجم اللي أنا حاب نوصل به ممسي راح ندير هنا بعض التضحيات وإذا تقرينا بطريقة ذكية كما شرحت لكم راح تحسوا برياركم بصورة أفضل نبدأ نقسم المواد طبعا الأولوية للمواد اللي عندهم أولوية وللي راني بزاف روتار فيهم وثاني نبدأ بالمواد اللي نقدر نكملهم مثلا أنا بمعندي تاريخ وجغرافيا نقدر نكملهم بالخف ونلحق وراهم واصلين نبدأ بعلش بشيطلع للمورار والجانب النفسي بزاف 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 مهم ما تهملوش ذكرى النقطة اللي بعد اللي معلمة ليش حال نحن هاد نقطة لازم دير في بلكم بالضغط يولد الانفجار قلنا نتعبو سيفغي مستقبلنا ونخدمو عليه ونعياه وعام ويجوز ونضمرو المستقبل وتخصص لنا حبينا وكذا 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 سين عمر ما ديروا في بلكم بالنفس تحتاج فسح يعني تحتاج شوية راحة شوية جوائز شوية وكذا أمور سهلة يقدروا يدجاجون هذه الطاقة السلبية تخرجوا تديروا أموه ساعة يا سيدي ليس نهار في الأسبوع ساعة ساعتين في الأسبوع تخرجوا لطبيعة ستنشقوا هوا أنغلة تبدلوا الجو فيه إذا تقدروا تديروا سبور مع ليش يودي مرة في الأسبوع تفيدكم كثير من اللي ضيع لكم الوقت ويطلع لكم هرمونات الساعة وهدوك الأمور إذا شكل بكار أبكي بكار سيفرغ هذه الطاقة السلبية لا تنساوش صدرتكم بربي تعيوا بزاف صليوا بزاف دايما نكون رؤجا بروحانية كما يرزم وكذا نختم لا تنساوش بني كامل وشانا نقولوه مجرد أخذ بالأسباب أن التوفيق الحقيقي من ربي سبحانه وتعالى وبيدو كلش لا تستسلموش وما تفشلوش وربي قادر على كل شي شكرا شكرا